عزيز العام اولا حماس انتهت من المعادلة واتذكر وسجلها علي واني من اول يوم من يوم من يوم 7 اكتوبر الساعة 12 الظهر نزلت تغريدة وقلت هذه اكبر هدية لاسرائيل اصلا 7 اكتوبر هدية لاسرائيل مثلما دخول صدام حسين للكويت هدية لاسرائيل كافي كافي نضعك على الشعوب العربية نحول الاخطاء الكارثية الى انتصارات مليون ونص فلسطيني مشرد وبالعشرين الف قتيل والعالم دا يتفرج والعالم كلها رجع دا يباوع لعبات مال كأس اسيا وكلها نست وين المظاهرات وين الصواريخ وين والله الحوثيين ضربوا لهم صاروخين ثلاثة بل صواريخ الحوثيين كتلت لها نملة في اسرائيل هالنفتهم وينه وين تأثيرهم واليوم صار تشكيل دولي في البحر الاحمر قام يضرب الحوثيين هذا تعتبروها انتصارات التمهاي تعتبروها يعني بالعكس هاي هدايا لاسرائيل اليوم الحوثيين دا يضربوهم التحالف الدولي واسرائيل يدها مطلقة في غزة تماما والله انا لا اريد ان اختلف معك لكن انا اتذاكر بالمنطق الموجودة الان سواء هذا المنطق نتفق او نختلف معه اذا كان الامرا بهذه السطحية وبلا قيمة وبلا تأثير اذا لماذا امريكا وبريطانيا وفرنسا اقامت تحالف الازدهار من جديد هل الامر يستوجب ان تقيم تحالفا دوليا لمواجهة ماذا هم الحوثيين او تم اربع صواريخ هل اقول تكذبوهم وخلصوا اكو مخطط جديد الى الشرق الاوسط له اجاوبك 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 على السؤال اجاوبك استاذ نجيم انا بخرو اسمح لي اسمح لي ان اجاوبك لا حبيبي انا اجاوبك ليش لما و 68 دولة عالموا يطلعون العراق من الكويت ليش هي امريكا ما قادر تطلع العراق واحد من الكويت شعنده وصدام حسين هنه 300 400 دبابة مزنجرة شعنده ودخلوا عليه بليلة ظلمة وسووونا مزرة بشارع صفان سيد العزيز ليم تنتعلم احنا كشعوب ليم تنتعلم شون نتعامل وي الغرب ليش دائما يضحكون علينا ليش دائما يكبرونا 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 ينفخونا بعدين يفششونا بليلة واحدة صدامس خلوا الجيش مالتا خامس جيش بالعالم ويومية عنده الحسين وعنده العباس وعنده المزدوج وعنده الكيمياوي وعنده النووي وعنده 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 وخلوه يصدق التذبة بالاخير في 12 يوم طلعوه من الكويت وبالالفين وثلاثة كروا اللعبة وبستة يام الى 12 يوم دخلوا بغداد ما عروف ليم تنتعلم يعني ليم تنعرف التذبة هاي احنا العايش بيها ساد قصي انت من كل هذا الخطاب وين تي توصل او خليني اصيغ سؤال اخر التحالف الدول اريد اوصل كافي ضحك على الشعوب سيد العزيز الشعوب ما عادت غبية اليوم الكل يعرف انه هذه المعركة معركة امريكية ايرانية الايرانيين والامريكان يستخدمون اراضي العراق واراضي الدول اخرى لتصفية حساباتهم واصال الرسالة المتبادلة لماذا قبل بعضا من العراقيين في الداخل ان يكون جزءا من هذه المحرقة التي ستحرق الجميع بمقابل ماذا ومن اجل ماذا وتحت ضغط ماذا مثل ما قبل صدام حسين ان يكون سبب في ان يحرق العراق ويرفع شعار تحرير فلسطين وهو ذاهب الى احتلال الكويت وبنفس الوقت رفع شعار انه الدفاع عن الامة العربية والقومية العربية وصار بطل البوابة الشرقية ودخلنا في ايوتون حرب لمدة 8 سنوات نفس الحسابات الخاطئة نفس الرؤية الناقصة ونفس الفكرة التي لا تضع العراق كأولوية ولا تضع مصالح العراقيين كهدف سامي واعلى نفس الشيء نفس السيناريو يعاد علينا يعني عادة افكار البعث من جديد تحكم الساحة العافوا شنو عادة افكار البعث من جديد تحكم الساحة هي مو مسألة افكار البعث طبعا البعث القومي كان عنده فلسطين اهم من العراق ولذلك دمر العراق ولم يحرر فلسطين واليوم الاسلام السياسي جزء من الاسلام السياسي العقائدي الولائي ايضا يرى انه وحدة الساحات والمصالح العقائدية اهم من العراق وهو النتيجة واحدة بالنتيجة العراقي والذي يدفع الثمن والعراقيين يدفعون الثمن اشتركوا في القناة